مجددا تنشط الأحزمة الأمنية والنخب المدعومة من الإمارات في المحافظات الجنوبية وتعود لاستئناف صراعها المحموم في منازعة الحكومة الشرعية السيطرة والنفوذ على مقدرات البلاد والأماكن الحيوية فيها حيث أعلنت النخبة الشبوانية سيطرتها على مقر اللواء الثاني مشاه بحري وميناء النشيمة في مديرية رضوم جنوب شرقي البلاد مصادر محلية قالت إن القوات الموالية لأبوظبي انتشرت في الميناء ومقر اللواء بعد انسحاب القوات الحكومية التي كانت تسيطر عليهما مراقبون يرون أن سيطرة القوات الموالية للإمارات على ميناء النشيمة في هذا التوقيت يأتي لتعطيل عمليات الإنتاج من حقول النفط بمحافظة شبوة وإحباط محاولة الحكومة السيطرة على الموانئ تأتي هذه التطورات بعد أن كانت الحكومة قد نجحت في إعادة تشغيل بعض حقول النفط واستئناف الإنتاج النفطي بضخ ما يقارب 500 ألف برميل إلى ميناء النشيمة وبيع أول باخرة نفط من شبوة القوات الموالية للإمارات لم تكتفي بعرقلة تصدير النفط وحسب بل إنها تسيطر أيضا على مشروع الغاز الطبيعي المسالفي بلحاف ومنعت إعادة تصديره علاوة على قيامها بتحويل المنشأة الحيوية إلى معسكر لقواتها وعملياتها ومع كل تطور جديد يبرز السؤال الجدلي حول أهداف تدخل تحالف السعودية والإمارات الذي تحول عن عمد وربما بتخطيط مسبق من مساند للشرعية في حربها مع الانقلاب إلى منازع لها على الأرض والموارد ويبدو أن الحكاية لن تنتهي هنا وأن فصولا مريرة لا تزال قادمة ترجمة نانسي قنقر